لو عايزين تاكلوا حاجة حلوة وسريعة وانكوناتها موجودة في كل بيت يلا بينا على طول نشوف هنعمل كده حاجة بسيطة ونتاخدش في تجهزة اكتر من 5 دقيق اكيد من شكله كده عرفته هنعمل ايه ده سنة بن المج هنعمله بانكونات بسيطة جدا وكمان هقلكو على البداية يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه اول حاجة هنجيب قطعة صغيرة من الزبدة تقريبا 50 جرام هنحط عليها معلقة سكر وربع معلقة ارفة هدخلها الفرن دقتين بس لحد ما تسيح بعد كده هجيب طبق هحط فيه خمس معلق متوسطين دقيق المقادير اللي احنا بنضيفها دي هتكفي فرد واحد يعني مج واحد بس طبعا نقدر نضعف المقادير زي ما احنا عايزين خمس معلق من الدقيق عليهم معلقتين من السكر بزود عليهم رشد ملح صغيرة نص معلقة ارفة معلقة صغيرة بيكنج بودر هقلب كل المكونات الجافة دي وخلطهم مع بعض كويس بعد كده هزود عليهم اربع معلق من اللبن معلق صغيرة ونفس المعالق اللي هدفت بيها اللبن هضيف بيها معلقتين زيت مكونات بسيطة قوي زي ما انتوا شايفين كده موجودة في كل بيت ان شاء الله وطعمها لذيذ وحاجة كده كأنها جاهزة فعلا عاملة زي بتاعة الكافيهات بالضبط اللي بتتقدم بحاجات كده في الكافيهات بتتقدم لهي كيكة المج وسنبون المج باسعار غالية والتمن مبالغ فيه وطبعا هي مش بتتكلف اي حاجة خالص خلطت المكونات كلها بتاعتي قل بتاعة كويس قوي بما بعد كده جبت حاجة تدخل الفرن فضيت فيها نص الكمية اللي انا حضرتها وعليها السوس اللي هو الزبدة والسكر والقرفة وبعد كده زودت عليها النص التاني من الكمية دخلتها الفرن خدت تلات دقيق بس بالزبط طرعت بالشكل ده طرية جدا وهشة ورحيتها فضيعة بعد كده بقى حزينة من فوق بأي حاجة متوفرة عندك في البيت انا حطيت عليها معلقتين لبن مكسف طبعا ممكن تستغني عنهم ده انا كنت عاملة في البيت وكنفضل معلقتين فاستغليته وحطيت عليها كمان بقيت الكمية اللي سوس اللي انا جهزتوا اللي فيه قرفة معلقتين كده حطيتهم على الوش كان عندي برضو شوية شوكلة شبسة حطيتهم شوية سوداني مطحونين اي حاجة موجودة عندك او من غير اي حاجة خالصية تعمها ورحتها تحفة بس كده عملنا حاجة سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة موجودة في البيت وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يارب بيكون عجبكم بتنسوك بشكركم جدا اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى اشتركوا في القناة